اشتركوا في القناة انجازا تاريخيا جديدا غير مسبوق لرياضة ألعاب القوى البحرينية بإحرازها رقما عالميا في سباق 3000 موانع بالدور الماسي في باريس وأشار سمو الشيخ خالد إلى أن الانجاز العالمي الجديد للعداء روث جيبيت يعود إلى الدعم والمساندة الذي تحظى به الحركة الشبابية والرياضية من لدن القيادة الرشيدة واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمنتخبات الوطنية الأمر الذي عزز مكانة البحرين على خارطة الرياضة العالمية وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إن الإنجاز العالمي هو بمثابة شهادة اعتراف جديدة بالمكانة المتميزة التي باتت تتبوؤها ألعاب القوى البحرينية على المستوى العالمي لتضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة على مستوى أم الألعاب وتكتب اسمها بأحرف من ذهب في سجل الأبطال العالميين وأشاد سموه بالأداء الباهر الذي ظهرت عليه روث جبيت في الدور الماسي وتحقيقها لهذا رقم العالمي الجديد والذي أثبت للعالم أجمع مدى حقيتها في كسب الميدالية الذهبية الأولمبية لتشرف المملكة في المحفل العالمي وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أسعدنا الإنجاز العالمي الجديد الذي حققته العداء توروث جبيت بعد أقل من أسبوعين على إحرازها الميدالية الذهبية وهو أمر يبعث على الفخر والاعتزاز ويعكس مدى القدرات والإمكانات الرائعة التي تتمتع بها العداء التي باتت تشكل رقما صعبا على المستوى العالمي مؤكدا سموه حرص الاتحاد على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للعداء توروث جبيت لتواصل مسيرة الإنجازات والمكتسبات لمملكة البحرين في مختلف المحافل الخارجية